السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين قناة سراء انجليش محباب بكم في هذا الفيديو اللي انا جاوب فيها لبعض ديال اسئلة اللي صراحة بزاف الناس كي سوولوهن لي في كومنتر بزاف الناس كي سوطوليهن في انستجرام كي سولوني هاد السؤال وستده واشكين هاد الدرس وستده علش درسي لنا الفريز الوربس وستده علش درسي لنا البرفكسز والسفكسز وستده رع عنا غير خمسة دياليونيتي علش درسي لنا قد هكت الدروس في الجرامر علش درسي لنا قد هكت الدروس في الفانكشنز كنظن ان هاد الفيديو هاده صراحة غاديهنيكم باش انكم تقدروا تحيدوا هادك الغموض اللي باقي لكم في دماغكم اولا خذكم تعرفوا واحد الحاجة فاش عطاوكم الايطار المرجعي ما قسموش لكم على لزيونيتي مايني ما تقولوش رع عندي غير خمسة اليونيتي او لا عندي ربعة ولا عندي ستة ولا المهم ربعة ولا عندي غير خمسة اليونيتي علش درسي لنا سبعة ولا تمني ستة دروس في الجرامر انا هاد الفيديو هادا قد نجاوب لكم على هاد السؤال بالزربة كما قلت لكم رع ما وزعوش لكم على ليزيونيتي علش كما قد تلاحظو ان في الفوكابلوري عندنا خمسة دياليونيتي خمسة دياليونيتي عندكم لها يونيتي نمبر ون بالطبع انا كنت بيدباف هادا على المقرار نتع تيكتو انجليش لانه هو اللي كتير بزاف ويستخدموه هيومورostat نمبر نمبر تو هي اليونيت الثانية وومنان باور هي اليونيت الخامسة كالتراليونيتي هي اليونيت السادسة هي اليونيت السبع ها ها هو هنال الان المقرار bridge الي اخ estructرديو في قد نسمف يعني هنونا كنقولو اه عندك خمسة دياليونيتي ولكن في الفوكابلوري يعني ماشي شي حاجة اخرى نشيو الفانكشن الفانكشنز اي حال عندكم واحد جوج ثلاثة اربعة اخمسة ستة عندكم ستات الدروس كان في خمسة ديال اليونيط السوجستن ما كان في حتى شئينيط ولكن حتى شكتكون غارباً كيقراه لكم الاستاذ في القاسم اذا عندكم الابينين كان في يونيط 1 بزاف كيسولوني عندك البربس بزاف كيسولوني عندك البربس علش درتوا لينا لو لانهم عندكم واحد الحاجة اسمتها lincoln words lincoln words هما ادوات الربط وادوات الربط انتو ما قريتوهم قريتو пропوث قريتو الادشن ولكن ما قريتوهمش في granmer قريتوهم في functions اوكي اذا الشعلش انا درتوكملكم مع فانكشنز اذا عندكمالبربس عندكم في اليونيط 3 وإلا تفكرتو انه في الفوكابلوري ما عندكم شي يوني تلاسة لكن ما قلت لكم ما قسموش لكم بليز يونيتي يعني ما عمركم ما تقول العدي غير خمسة ديال ليز يونيتي علش درسي لنا سبعات الدروس في الجرامر ولا ستات الدروس في الفنكشنز عندكم أبولوجايزين كمبلاينين عندكم في يونيت ستا أدفايز في يونيت سبعة سجيسترين قلت لكم ما كينشوا ولكن كيقررهم الاساسيات في القاسم عندنا الجرامر شوفوش حال من درس عندك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانيات تمانيات الدروس في ليز يونيتي مختلفين اذا هنا تنسز كينين بزاف عطيانكم هم بزاف ديال تنسز لانا ستلقوا الدرس دياله أنا هنا ما شي باش نجيب لكم الدروس ولكن غير باش نبيين لكم علش دلت لكم هذو بعض الدروس نجاوبكم على الاسئلة ديالكم عندنا التنسز عندنا في اليونيت ثلاثة وفي اليونيت أربعة في اليونيت ثلاثة فيها past perfect اليونيت أربعة فيها future perfect passive voice كان في يونيت خمسة reported speech كان في يونيت ثبعة عدوك link in words عندكم في يونيت ثمانية ويونيت ثمانية راه ما عندكم ش في الفوكابلوري يعني هنا عود ثاني راه ما قسموش لكم بليز يونيتي انتو ما غاتمشيوا بالدروس اذا ما تقولوش عندي خمسة اليونيت ولا مناع بشنو phrasal verbs و prefixes و suffixes بزاف قليك علشو تدرسيهم لنا احنا ما عندناش علش درسيهم لنا اولا عندكم في اليونيت ثربعة نتع get way to english بالنسبة لل suffixes و prefixes يونيت ثربعة عندكم درس على prefixes و suffixes عاد اللي عندو تيكتو انجليش يونيت خمسة و يونيت عشرة فيهم ال prefixes و suffixes في الفوكابلوري اذا خذكم تكونوا عارفينهم والدور نتع ال prefixes و suffixes هو to change the word's form يعني الى فوق نتع الكلمة كتتبدل كنت اسم كترجع ترجع verb و لا adjective كانت adjective كترجع verb و لا noun و الى اخيره فريز الفربس حتى هما بزاف سولو كاللي كتدرها ما عندناش و كان هادو اللي سولو اما اللي ما سولش راه يقدر ما راجعهم شقا الفريز الفربس كتبنهم لكم في السكسيون تاع الفوكابلوري كتبن لكم التحت راه غد يكون عندكم يعني تلامد خصوهم يراجعوا هادي و هادي و كتبن احتى prefix و suffixes و كتبن في الاخر اخر حاجة كتبن فريز الفربس عاد عندكم relative pronouns راه عندكم في اليونيت عشرة و مادلز عندكم في اليونيت جوج اذا كنظن ان هاد الفيديو هدا يكون شرح لكم هادو اكتساؤل ديالكم و تحاولوا حتى انتم تبعدوا على ذاك الفكرة ان تعالى عندكم غير خمسة ديال اللي يزيني تا اذا يكون عندكم غير خمسة الدروس من كل حاجة خمسة الدروس من grammar خمسة الدروس من functions و خمسة الدروس من vocabulary خطأ كبير هادك غد يتوقعوا فيه خستكم تردوا له البال اذا هدا هو التقسيم ديال الدروس هذا هو اللي خستكم تمشيوا عليه يعني عندكم phrase verbs عندكم prefixes خستكم تردوا لهم البال عندكم purpose addition and concession حتى هما عندكم اذا باش بلا ما نطور لكم هدا هو اللي خارط الفيديو الا استفتو منو متنسوش الضغط على لايك وباختاجي باش تفتو الاصدقاء ديالكم اللي عندهم نفسه التساؤلات و الا عجبكم الفيديو كما كتلكم ضغط على لايك و الايك انتو اجداد في القناة متنسوش الضغط على سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصل لكم جديد ان شاء الله شكرا لكم على المشاهدة و الى اللقاء في درس اخر